بسم الله الرحمن الرحيم السادة المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة من حلقات برنامج مالتي فيتامين الحقيقة الفيتامينات والأملاح المعدنية هي عناصر غذائية بيحتاجينها بكميات بسيطة جدا بس الكميات البسيطة دي لو ما خدناهاش في اليوم بتاعنا ممكن تؤثر جدا على الصحة بتاعتنا وتؤثر على البنيان بتاعنا الجسماني والعقلي والزهني وتؤثر على الأداء العضلي للجسم البشري طيب النهاردة الحلقة هتكون عن عنصر اليود عنصر اليود من العناصر الغذائية المهمة جدا عنصر اليود ده بيحتاجينه علشان عمل الغدة الدرقية اللي موجودة في الرقبة الغدة الدرقية دي زي بمتسميها كده بتسميها السرمستاد بتاع الجسم يعني القلب والكلة والعضل والمخ وكل أجزة الجسم بتشتغل كويس لما يكون الغدة الدرقية دي بتفرز الهرمون بتاعها بشكل كويس لو حصل أي نقص في أداء هذه الغدة الجسم كله بيختل الوضع بتاعه فبنلاقي القلب مش عارف يشتغل كويس العضل مش بتشتغل كويس التحصيل الدراسي ما بيقاش كويس القدرة الزهنية ما بيقاش كويس عنصر اليود كان أساسا موجود في الطربة بشكل طبيعي جدا وكنا بنتناوله في الخضروات والفواكه والأسماك البحرية لكن حصل أن في مصر وفي حوالي 170 دول العالم بالصوى العالم بدأ يقل عنصر اليود ده في الطعام وبدأت تظهر عندنا أعراض بنسميها أعراض نقص الغدة الدرقية أو أعراض العوز اليودي إيه هي الأعراض دي؟ أول حاجة أنه نلاقي تضخم في الغدة الدرقية نلاقي بالذات بيظهر في الأطفال والسيدات في مرحلة المراقة أن الفتيات بنظهر تضخم في الغدة الدرقية فتلاقي الغدة الدرقية متضخمة مش بس كده لا ده الأداء الزهني والأداء العقلي وتحصيل الدراسي بتاع الناس دول بيبقى أقل من مستوى الطبيعي بتاعه هل ده بس بيحصل للأطفال والمراقين؟ لا ده ممكن يحصل لأي واحد في أي مرحلة سنية أخطر مرحلة سنية ممكن يأثر فيها نقص اليود هو الحامل لأن الحامل دي بتشكل جنين داخل الجسم لو حصر عنصر من نقص عنصر اليود وهي حامل الستة دي لقدر الله ممكن يحصل لها إجهاض متكرر ومش عارفين السبب إيه أو أن الطفل يموت داخل بطنها أو تولى الطفل ميت أو تولى الطفل متخلف عقليه كلنا عارفين أن إحنا بالروح الصحة من ثالث يوم لسابع يوم علشان نعمل شكة من كعب الطفل من تحت صح؟ كلنا بناخد عين الدم عند الطفل بعد الولادة من اليوم الثالث إلى اليوم السابع ليه؟ علشان نكتشف حالة الطفل ده عنده نقص في الغدة الدرقية ولا لا؟ لأن الطفل ده لو ما اكتشفناش أنه عنده نقص في الغدة الدرقية قبل ما يتم اسبوعين الطفل ده لقدر الله ممكن يجيله تخلف عقلي طول الأمر يبقى عنصر اليود البسيط جداً اللي ما يحتاجين منه أجزاء تكاد تكون بالمليون 150 مايكرو جرام جزء في المليون يعني من الجرام في اليوم لو نقص يعمل لنا تخلف عقلي على الجنين يؤدي إلى حياة بتاعة الطفل ده ممكن تتأثر طول الأمر حتى الأطفال اللي بنكتشفهم وكلنا طبعاً عارفين أطفال اللي بنكتشفهم بنفضل نديهم العلاج ده طول الأمر طب الوقاية إيه؟ الوقاية أنه أنا أخذ عنصر اليود في الأكل بتاعك عنصر اليود غير متوافر حالياً إلا في الأسماك البحرية وأسماك كمان من أعلى البحر طبعاً ده مش متوفر لكل الناس علشان كده وزارة الصحة والسكان والمعهد القاوم من التغذية أضافوا العنصر اليود ده إلى ملح الطعام فبقى بنروح لما بنروح نلاقي الكيس كده مكتوب عليه نلاقي مكتوب عليه إيه؟ ملح مدعم باليود يعني إيه مدعم باليود؟ يعني هذا الملح مضاف إلي عنصر اليود اللي مهم جداً للتغذية بتاعتها يبقى أي واحد فينا لما يروح السوبر ماركت أو المحل يشتري أول حاجة يتطمن عليها أن الكيس بتاع الملح مكتوب عليه ملح مدعم باليود ده أول حاجة الحاجة التانية هيلاقي علامة كده علامة ملاحة وعليها علامة صحة العلامة دي تدل أن هذا الكيس فعلاً فيه الملح اللي فيه مدعم باليود من ضمن الحاجات المهمة جداً أن أنا لما أخد هذا الملح لازم الكيس بتاعه جاف كده وبيشخلل معايا ما هواش فيه طوبة ولا محجر وأجل لما أجي أستخدمه في البيت أفض الكيس في علبة علبة دي ما تكونش شفافة علشان اليود ده بيتأثر بالحرارة وبالرطوبة وبالشمس فحطه في علبة نشفة والعلبة دي لما أجي أخد منها أخد منها بالمعلقة ما أخدش بإداية مبلولة أحط كمان الملح على آخر الطبخة بتاعتي علشان يبقى اليود أنا محتفظ بيه كويس جداً عايزين نقول إن إحنا بنقول إن الملح اللي فيه اليود ده مهم جداً بنقول لا نصرف في استخدام الملح لأن الإسراف في استخدام الملح أيام ما يكون نوع الملح بيسبب لنا أمراض الضغط وأمراض القلب وبيأثر على الأوعية الدموية عندنا يبقى النصيحة بتاعيتنا اللي بنقوله لكل وحدة لكل شاب وكل شاب وكل أم وكل رجل في البيت لو سمحتنا ما تيجي تجيب الملح لازم تختار الملح المدعم باليود بنستهلك منه كمية أقل بنحافظ على استخدامنا ليه لأن عنصر اليود مهم جداً ليه الوقاية من أعراض نقص اليود عنصر اليود يخلي ولدنا أفضل في الأداء في الحساس المدرسية عنصر اليود ده بيخلينا إحنا نفسنا حتى كبار سن مننا إن احنا بنؤدي وظيفتنا بشكل كويس عنصر اليود من العناصر الغذائية الدقيقة جداً ولكنها مهمة جداً زي كل الأملاح والفيتامينات اللي إحنا بنتكلم عليها في برنامجنا مالتي فيتامين شكراً لحضراتكم في كتير من الستات لما بيجي يسألوني بيقولولي طيب نعرف إزاي الملح ده في السوق إحنا عندنا الأملاح كتير أو في الأسواق أو لها أول حاجة قوة تشتري الملح السايب لأن أي ملح سايب ملوش مش معروف مصدره ده ملح مش بس مناقص منه اليود الملح ده غير مخصص للاستهلاك الأدمي الملح ده مخصص لأنه هو للتجارة لا بيعملوا منه البوية بيعملوا منه لما بيستخدموا في صناعات الجلدية وكلام ده يبقى هذا الملح غير صالح للاستهلاك الأدمي الحاجة التانية اللي قلنا عليها إن أنا لما بروح لما بروح السوبر ماركت واجيب الكيس بتاع الملح بيبقى الكيس بيشخلل معايا ليه بيشخلل عشان ما فيش في رطوبة لو لقيت الكيس ده مخروم بيوقع ملح ولا حاجة يبقى ده الكيس ده مش صالح لأن ده أنا أجيبه في البيت عندي لأن اليود بيتأثر جدا بالرطوبة ولو فيه فتحة صغيرة في الكيس ممكن تأثر على اليود الحاجة الأهمية التانية اللي احنا بنقولها لما ديجي تفتح الكيس لازم تلاقي الملح ده نظيف وأبيض ما هواش ما فيش فيه شوايب ولا رملة لأن الملح لو محجر أو في شوايب أو رملة يبقى الملح ده حصل فيه نوع من أنواع الغش التجاري وللأسف بتلاقي حالات كتير من الغش التجاري الحقيقة الدولة بتعمل مجهود كبير جدا في توفير هذا الملح المدعم للناس وبتوفر حتى أنصر اليود ده لمصانع وشركات الملح بدون مقابل علشان يبقى سعر الملح عاجي بالنسبة للمستهلك لكن إحنا دورنا يا مستهلكين أن أنا لما أروح أشتري الملح ده لازم أبقى متطمن لازم أبقى واثق من المصدر اللي أنا باخده لازم أكون عارف كويس قوي أن الملح بيخش كل أكلة أنا باكلها وبالتالي هو رغم أنه رخيص سيستاما لكن هو مهم جدا ليا أنه يبقى مصدره صح لأن الحاجة اللي بيخش في كل أكلة لو هي مش كويسة يبقى كل الأكل بتاعها هيبقى مش كويس علشان كده الحقيقة دورنا إحنا كبير أو في التوعية كل واحدة من حضراتكم بتسمع هذا الموضوع تناقش مع جارتها وتناقش مع جوزها وتناقش مع ولادها إن أنا سمعت من نارضة حلقة عن اليود وعايز أعرف اليود وعندنا المعهد قوم للتغذية وعندنا وحدات رعاية الأمم وطفولة وعندنا الوحدات الصحية كل الأماكن دي لو أي واحد من حضراتكم راح للوزارة هناك هيسأل وهيعرف وهيقول لهم إزاي يعرف الملح اليودي ولو شكت في أي ملح وخد منه عينة وارطلع بيها على الوحدة الصحية الوحدة الصحية هتأمنك إن الملح ده فعلا ملح صحي مدعم باليود ولا مش مدعم باليود زي ما احنا قلنا عنص الويود مطلوب منه كمية بسيطة جدا من 100 إلى 150 ميكرو جرام يعني 1 على مليون من الجرام خلاص ولكن بهذه الكمية البسيطة اللي أنا محتاجها أنا ممكن أقي نفسي وأقي أولادي من شر أمراض كتير جدا بتأثر علينا لو حصل إن النقص اليود في الأكل وحصل إن الغدة الدرقية اللي هي موجودة في الرقبة دي حصل لها نوع من أنواع الوظيفة اللي ما كانتش كاملة مهم جدا إن إحنا ناخد بالنا صحتك هي صروتك صحتك هي الأساس بتاعك كل واحد فينا لازم يحافظ على صحته وعلى صحت أولاده وإحنا كجمعية مصرية من التوعية من أجل الصحة والتنمية عاملين مبادرة اسمها يلا نصح صح يعني إيه؟ يعني أنا ما كلش غيرك أكل صح وأعيش صح ولازم أبقى في حياتي كلها بكل أكل صحي علشان صحتي وصحة أولادي وصحة أسرتي وده اللي هيخلينا نطلع ونبقى مصر إن شاء الله أم الدنيا وقد الدنيا بإذن الله تعالى شكرا لحضراتنا